يعني فيه ناس كتير جدا مع ده غدروف ظاهر وغدروف رقبة ويتأكل في غدروف الرقبة أكتر حاجة بيجيها برغم كل الألام الحادة دي الرقبة اللي بيتحركوا اللي بيطلعوا السلم اللي بيغدم به أولاده وبتغدم بها أولادها كلام ده كله أسيا ليها تكنولوجيا جديدة خالص حديثة إنجلترا اخترعتها اسمها زرع غدروف زرع ايه؟ زرع غدروف الرقبة هننكلم على عاوزين نقولهم إيه الخطوات بتاعة العلاج بتاعة تاكل غدروف الرقبة اللي احنا مفروض كنا نغير المفصل إزاي بقى ما نغيرش المفصل ما نقولش في جراحة ومكلفة وفي نفس الوقت ممكن تدخلنا فيه مضاعفات سيئة جدا أول حاجة إحنا بنبتدي عاوزين نقفل الألم بنعمل بلوك للألم ففيه جهاز تكنولوجيا رائع اسمه التردد الحراري أو ليزر أر إف التردد الحراري ده من أفضل الأجهزة اللي بيتدخل عند المصارات بتاعة الألم بتاعة الرقبة وحوالين الرقبة كلها بدخل بالجهاز ده بشيل اللي لتابات الحد والألم الحد اللي حوالين الرقبة يبقى دي أول نقطة تاني نقطة فيه حاجة جديدة انجلترا اخترعتها اسمها تجديد الرقبة أو زراعة غدروف الرقبة الناس كبار السن دول هو ده الجهاز اللي حدتك أه ده التردد الحراري اللي يدخل عشان يعمل بلوك لكل المصارات بتاعة الألم اللي حوالينه الرجبة طبعا المسارات بتاعت القلم دي بتوصل المخ المخ يبتدي يبقى في حالة مزاجية سيئة جدا بيقف الرجبة التاني بتاعة الرجبة صعب جدا كل ده طبعا موضوع صعب جدا طيب احنا النهاردة بعد ما عملنا التردد الحراري وشدنا القلم بتاعة العيان القلم الحدة اللي نهارت دي بتاعت العيان وهي خلصت دي ايه الخطوة اللي بعد التردد الحراري الخطوة اللي بعد التردد الحراري انجلترا اخترعت تكنولوجي جديدة اسمها تجديد غدروف الرجبة او زراعة غدروف الرجبة الناس الدرجة الثالثة او الدرجة الرابعة الرجبة دي بتقوموا مشوهة ملهاش معالم يعني في غدروف متاكل اكتر من التاني وفيه قرح وفيه سنون طلعة منع ان المفصل يتقفل غاية الاخر فاحنا في مشكلة كبيرة فالنهاردة ده غدروف الرجبة او اللي احنا شايفينه ده ده مبقاش موجود في درجة الثالثة ورابعة خالص وفيه زواية طلعة افل المفصل وفيه قرح هنا فالعيان بيبقى في حالة التاب حده الحل الوحيد في حالة زي كده بدل مغير المفصل فيه حاجة اسمها بوليمر بيكانيولا كده باندخلها جوه المفصل تدخل تتنجد وتبعد العظم عن بعضه فخلاص العظمتون دول بعده وبقت عاملة زي المخده بقت عاملة زي الايه مبقاش فيه احتكاك نهائي مبقاش فيه احتكاك مبقاش فيه احتكاك مبقاش فيه ألم قاقدراتني ركبتي قاقدرات طلع السلم وانزل قلاص انا ركبت غضروف جديد البوليمردي دي احدث حاجة في العالم انجلتورة اخترعتها عشان مدخلش جراحة وعمل تغيير مفصل وخصوصا ان فيه ناس كتير جدا مش محتاجين مننا الا ان احنا نخدم نفسنا في البيت نطلع سلمتين بتاعد ادخل الحمام كل الناس دي كلها مش محتاجة تغيير مفصل طب يا دكتور حديثك بتعمل الحكاية دي بقى بيقعد المريض قد ايه مثلا بيبقى في المستشفى ولا بيروح بيروح في نفس اليوم في نفس اليوم ده كانيو لا بسيطة خالص زي كانيو اللي احنا نركيبه هنا عشان من المحليلي فده احدث حاجة عشان الناس عاوزين برضو نوريه يعني ايه تجديد غضروف الرجبة ده البولمر البولمر دي مادة اخترعوها عشان تدخل تتندد تبعد العظم عن بعضه انجلترا طبعا كانت رائدة فيه موضوع زراعة الرجبة او تجديد غضروف الرجبة بندخل بالكانيولا ده الغضروف الطبيعي يا مدام هالة ده الغضروف الطبيعي طبع هم عاوزين يعملوا محاكاة للغضروف الطبيعي ده اللي بقى مشوها ما بقاش موجود طب عاوزين يعملوا واحد زي ده بالزبط طيب ياخد ويقدر يستحمل اوزان لغاية 150 كيلو عشان نقدر نمشي طب عشان نقدر نوصل للمرحلة دي من اللي يستحمل الضغط اوه جايبينه اوه جايبين المادة البولمر اللي هم هيعملوا منها الغضروف الصناعي او اللي بيجدد الغضروف طيب ادي المادة احنا مادة دي عبارة عن ميليكيولس بسيطة يعني جزيئات بسيطة جدا قابلة انها تتمدد وتستحمل ضغوط لغاية 150 كيلو فالنهاردة من ندخلناها جوه المفصل بين الكانيولا عرفنا نبعد العظم عن ايه عن بعض يعني دي بديل للسائل اللي كان موجود لا مش بديل للسائل بديل عن الغضروف اللي التاكل عن الغضروف نعم السائل دي دي مواد جيلاتينية لا بديل عن الغضروف اللي التاكل دي عملية خطيرة طبعا دي احدث حاجة في العالم هم عاملينها دلوقتي عشان محدش يدخل تغيير مفصل يبقى العالم كل يوم بيتقدم عشان يحميك من ايه يحميك من ان انت تغير مفصلك طب ايه بعد دي يا دكتور ريح ماشي طيب احنا بعد ما حطينا الغضروف جوه الرجبة وفيه التهابات ورشح ما الرشح ده اللي حواليه الرجبة دايما معناه ان فيه التهابات شديدة جدا فيه جهاز اسمه روبوت كوريو احسس تيكولوجي في العالم يبتدي ينزل بدرجة حرارة المفصل من مينس عشرة لغاية مينس 3040 يعني بينزل بدرجة بيعمل يعني بيعمل يجمد الالتهابات الحد اللي حواليه مفصل فيوصل الدم افضل بيشيل الالتهابات بيشيل الرشح اللي حواليه بيخلي الاربطة اللي ماس كان رجبة ترجع تاني لها المرونة وترجع لها الحياة تاني ترجمة نانسي قنقر